موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية الحقيقة ان الفقرة دي مهمة والفترة دي كمان مهمة لان الفترة دي من كل سنة بتكون فترة لغبطة وقلق عند عدد كبير من المصريين بسبب تنسيق السنوية العامة واختيار الكليات والجماعات والطلاب والاهالي بيسمعوا نصايح وتحذيرات من كل حتة وناس كتير بقيت مش عارفة المعلومة الصح عشان كده فقرتنا النهاردة هنحاول نقدم لكم فيها مجموعة من المعلومات والنصايح اللي هساعدكم تحددوا ايه افضل كلية مناسبة لكم وازاي تختروها كل ده واختر هنعرفه من ضفنا اللي منورنا النهاردة الصحفي المتخصص في التعليم العالي الاستاذ عبد الرحمن عبادي صباح الورد عليك صباح الورد عليك صباح الورد عليك يمكن احنا كنا لسه منتكلم في الفصل دلوقتي ان فيه كمان تخصصات جديدة يمكن الناس متعرفش عنها حال فخلينا نبتدر كده بالجديد وبعدين نخش في موضوع التنسيق ايه التخصصات الجديدة اللي الناس محتاجة تعرفها دلوقتي هو يمكن احنا في الخمس سنين الاخيرة بدأ في مصر عندنا توسع كبير واهتمام كبير بمنظومة التعليم العالي ده نعكس في ان احنا بقينا عندنا تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية وفي نفس الوقت هي بتتماشى مع منظومة التعليم العالي اللي موجودة في العالم حاليا احنا عندنا يمكن في مصر من اهم المنظومات اللي انا شايفها دلوقتي اللي ظهرت من 2019 حتى اللحظة وبتخرج هذه الشهر ده هتخرج اول دفعة هي منظومة الجامعات التكنولوجية منظومة الجامعات التكنولوجية دي احنا عندنا عشر جامعات تكنولوجية في مصر حاليا هي اشترت من 2019 بدأت بثلاء جامعات من 2019 وبدأت السنة اللي فاتت بسبعة تانين بقى عندنا عشر جامعات موزعة في أنحاء الجمهورية يعني موجودة من أول إقنا لغاية برج العرب في الإسكندرية الجامعات دي بتتميز بإيه؟ بتتميز أن هي بتخرج فئة من التقنيين المطلوبين في سوق العمل دي منظومة أو مجموعة ما بين المهندس وبين الفني يعني مجال بتاعهم بيشتغلوا في الإنتاج بيشتغلوا في قطاعات الصناعة المختلفة يعني حضرتك لو هتلاقي فيها في الميكاترونيكس تخصص الميكاترونيكس اللي مرتبطة بسبب التكنولوجيا العربيات في أطراف الصناعية ودي حاجة مهمة جدا جدا من الصناعات العالمية كل ما جد وطرق وما كانش لي لسه تخصص أو اللي جد علينا السنين الجامعات التكنولوجية دي بقى يعني من أهم مميزتها إن هي بتستوعب نوعين من الطلاب بتستوعب من طلاب السنوية العامة وبتستوعب الجزء الأكبر من طلابها من طلاب التعليم الفني دايما إحنا كنا بنقول عندنا مشكلة كبيرة قوي عندنا 750 ألف طالب بيتخرجوا دبلوم صناعي ودبلوم تجارة سنويا وبيخرجوا بطالة مالهمش شغل ومالهمش ومش مؤهلين لأي حاجة خلينا نقول بقى للناس إن الجامعات دي دلوقتي هي الجامعات لسوق العمل حقيقي محتاجة بالزبط وخاصة إن هي بتخرج خريج مؤهل لسوق الصناعة العالمية أنا اللي عرفته كمان إن من 2019 كانت الشركات هي اللي بتروح تدور عليهم وتروح تدور على خديجة تلات كليات اللي احنا كنا بنقول عليهم دلوقتي دول طبعا طبعا وده حديقي دلوقتي هو بيتماشى مع فكرة إن أصلا الشركات بدأت تهتم أصلا من هي تنشئ مدارس تكنولوجيا تطبيقية علشان تستوعب الطلاب دول من مرحلة ما بعد الإعدادية يعني إحنا دلوقتي السنة دي حضرتك من أكتر الحاجات اللي عليها إقبال هي المدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي هي بعد مرحلة الإعدادية يبقى ده فيه تغير في نظرة المجتمع لمنظومة التعليم بشكل عام منظومة التعليم بالنسبة للمجتمع المصري دلوقتي بقت منظومة الطالب فيها بيبحث عن الشهادة اللي هتجيب له وظيفة مش الشهادة اللي هي هيعلقها على الحيطة صحيح لأ احنا مش عايزين بقى احنا خلاص لسه بنقول المنظومة تغيرت بالكامل وعلى سيرة التغير اللي بالكامل ده عايزين نعرف إيه الجديد فيه موضوع التنسيق إيه اللي يفرق التنسيق السنة دي عن السنين اللي فاتت طيب هو التنسيق اللي قبول في الجامعات والمعاهد العليا السنة دي مش هيختلف كتير عن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو اللي قبلها احنا عندنا بالنسبة لطالب السنوية العامة هو قدامه أكتر من تسع منظومات تعليمية مش منظومة واحدة احنا من عشر سنين كنا بنتكلم في منظومة الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والجامعات القصة وخلاص دلوقتي احنا بنتكلم عندنا تسع منظومات تعليمية تعليم عالي في مصر الجانب الأكبر بيروح على الجامعات الحكومية ودول بيتم توزعهم عن طريق تنسيق تنافسي بمعنى المجموع هو الفيصل في قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الحكومية وبالمعاهد العليا قواعد التنسيق السنة دي زي ما قلت الحقيقة هي مش مختلفة عن السنة اللي فاتت استثناءات طفيفة جدا جدا هتسمح بس فكرة إيه إن احنا تم إلغاء مثلا التوزيع الإقليمي التوزيع الإقليمي ده كان نظام بيحكم القبول في كليات التمريد وفي كليات التربية النوعية ده كان بيعوق قبول طلاب مثلا محافظات بعيدة أصوان مثلا أنه يجي تمريد القاهرة لو مجموعه جايب يعني كان بيحرم طبقة من الطلاب المتفوقين من التحق ببعض التخصصات المطلوبة برضو السوق العمل التربية أو التربية النوعية ولكن عشان التوزيع الجغرافي بيحصل التوزيع الإقليمي غير التوزيع الجغرافي التوزيع الإقليمي ده كان يربط الطالب تماما بمنطقة اللي سكن فيها ما ينفعش يلتحق بمنطقة تانية التوزيع الجغرافي بيسمح للطالب أنه هو يلتحق بمنطقة جغرافية خارج بجمعة منطقة جغرافية خارج منطقته السكنية بس بعد ما تستنزف فرصته في المنطقة اللي هو فيها يعني كان مثلا الطالب المجموعه أعلى ييجي في منطقته جغرافية الطالب المجموعه أقل كان ممكن لو فيه كلية في نفس التخصص بتاخده بالمجموع أقل في خارج المحافظة بتاخده لكن الإقليمي كان بيمنع تماما عشان كده مكتب التنسيق ومجلس الأعلى الجماعات هذا العام قرر إلغاء ما يسمى بالتوزيع الإقليمي كليات التمريد وقفت كليات التمريد على مستوى مصر يعني التوزيع الجغرافي ده طبعا شيء بديهي ولكن التوزيع الإقليمي تم إلغاءه أه تم إلغاءه أيضا عندنا اختبارات القدرات ألغيت في كليات الإعلام وده أصبحت كليات الإعلام تاني هتدخل أنا أعتقد أنها هترجع تاني للتنافس بالمجموع يعني مجموعها هترتفع هذا العام عن الأعوام الماضية لأن الأعوام الماضية كان بيستلزم الالتحق بكلية الإعلام أن الطالب يقود اختبارات القدرات وده كان بيقلل فرص الطلاب الناجحين في السنوية العامة أنهم يلتحقوا بيها خاصة برضو أنه كان توزيعها شبه نعرفها حقيقة كليات الإعلام كانت عادة قليل فكانت توزيع بتاعها شبه إقليمي برضو ده أحدث حاجة موجودة في تنسيقها طبعا إحنا عايزين بما أن الفقرة دي إحنا مخصصينها لطلاب السنوية العامة وعايزين نساعدهم إن صحيح لحضرتك تقلهاهم عشان خاطر تساعدهم في كتابة الرغبات طيب قبل ما نكتب الرغبات في حاجة مهمة جدا إحنا السوشيال ميديا منتشر فيها دلوقتي في الفترة الحالية وبرضو في قنوات إعلانات فواصل الإعلانية بتنتشر فيها فكرة الدعاية لأكاديميات معاهد كلها في تخصصات مغرية يعني تخصصات زي ما قلت لك من شوية إن فيه السوق المجتمع مصر بيدور على تخصص يجيب وظيفة هذه الأكاديميات للأسف جانب كبير منها بيبقى غير معترف به أو غير معادل وبينفاجأ إن الطالب بعد ما بيلتحق به بشهر شهرين يفاجأ إن الشهادة اللي هيحصل عليها ليست لها قيمة أو إن المكان نفسه بيتقفل الوزارة بالدهم قضائيا علشان كده أول حاجة مهمة جدا لازم ينتبه لهذا الطالب ووليه الأمر هي الرجوع للقائمة المعتمدة من الجامعات والمعاهد الموجودة في مصر طب وهل القائمة دي موجودة ببساطة على الإنترنت؟ موجودة موجودة على الصفحة الرسمية على فيسبوك الوزارة التعليم العالي على موقع الرسمي للوزارة على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة الوزارة أتحتها بكذا شكل غير إن هي نشرت في وسائل الإعلام يعني متاحة للجميع لازم ولي الأمر يدخل يشوف هذه القائمة قبل أي شيء طب إيه الحاجات التانية اللي محتاجين يشوفوها قبل ما يشوفوها؟ تاني حاجة جزء كبير من طلاب السنوية العامة خاصة اللي هما جايبين مجميع منخافضة تحت الستين في المية دول غالباً هيرشحوا من خلال التنسيق لمعاهد عليا معاهد العليا دي خاصة بمصرفات علشان كده لازم ولي الأمر وهو بيسجل رغبات الطالب طبعاً الطالب لازم أن يسجل خمسة وسبعين رغبة ما ينفعش يعني هو البرنامج هيكبره على أنه يسجل خمسة وسبعين رغبة ففيه طلاب تحت ضغط أنه ما فيش قدامهم حاجة فبيحط أسماء وخلاص أسماء معاهد وخلاص من القايم عندنا ماتين وخمسة معهد هيتوسط بأنه ممكن المعاهد دي تكون غير معتمد؟ لا أو شهادتها؟ طلاق المعاهد الموجودة عن طريق على موقع التنسيق الإلكتروني هي معاهد معتمدة طب كويس أو؟ بس لازم ولي الأمر أو الطالب يدخل يدوس على تواصيل المعهد طبعا هو الوزارة على موقع التنسيق الإلكتروني بيتيح للطالب أنه يدخل عبر الرابط أنه يعرف كل تفاصيل المعهد اللي هيلتحق بيه مصروفاته إيه؟ دراسته إيه؟ شهدته إيه؟ كل ما يتعلق بدراسته على مدى الأربع سنوات أو الخمس سنوات حال حسب نظام المعهد علشان كده من الحاجات المهمة جدا قبل ما تسجل رغباتك اعرف المعهد اللي أنت هتكتبه ده تكاليفه هتقدر عليها؟ ولا لا؟ علشان خاطر بيحصل أنه بعد طالب ما بيرشح ليه بيضيع وقت كتير جدا جدا عشان يعرف يحول منه المكان صحيح فخلاص جاله التنسيق على المعهد اللي هو كتبه في آخر الرغبات على أمل أنه هو ده بعيد قوي عنه فيلاقي نفسه مثلا تكاليفه عالية مكانه بعيد مشكلة والمهمة برضو أن في الغاية يوم الخميس الجاي فرصة قدام طلاب السنوات العامة اللي هم عندهم مواهب خاصة سواء في الأنشطة الرياضية في الفنون الجميلة الرسم التربية النوعية المسرح الموسيقى هؤلاء الطلاب اللي هم عايزين يدخلوا هذه الكليات اللي فيها بتستلزم مهارات خاصة كلية الفنون الجميلة والتطبئية والتربية الفنية وتربية المسرح والموسيقى والتربية الرياضية عليهم في هذه الفترة المبادرة بالتسجيل لخلط اختبارات القدرات لأن بعد يوم الخميس الخميس القادم مش هينفع ياخدوا هذه الاختبارات يعني آخر فرصة من دلوقت يا جماعة والحد يوم الخميس الجاي لاختبارات القدرات مكتب التنسيق ما بيفتحش اختبارات القدرات بعد إعلان النتيجة مرة أخرتان تماما اللي خاض اختبارات القدرات ونجح فيها هو ده طبعا اختبار القدرات بيبقى شرط للتقديم في الكلية شرط الكلية مش هتظهر له أصلا على موقع التنسيق إلا لو كان قدى الاختبار إذا قدى الاختبار واكتازه بنجاح ده تلتة نقطة مهمة رابع نقطة بقى الترتيب الصحيح للرغبات الترتيب الصحيح للرغبات ده من أهم الحاجات اللي بتقعوا بتعمل مشاكل كتير جدا جدا للطلاب زي ما قلنا في الأول إن النظام القبول أو النظام التنسيق في مصر هو نظام تنفسي يعني إيه إحنا عندنا عدد من الأماكن في جميع الكليات الطلاب بتوع السنوية العامة بيدخلوا يتنفسوا عليها على حسب الأعلى مجموع بيلتحق لغاية لما تغلق الكلية عند العدد اللي هي مطلوب عشان كده أصحاب المجاميع العليا دايما بياخدوا الفرص الأكبر الأكبر في الكليات علشان كده وإنت بتسجل رغباتك فيه لازم أن تنتبه لحاجتين الحاجة الأولى إنك إنت لما تيجي تكتب إنت عايز تدخل مثلا كلية من الكليات كلية الأداب مثلا ما ينفعش تكتب بقى إنت مثلا من القاهرة ما ينفعش تكتب القاهرة وعين شمس وحلوان وتقف على كده وتكتب كلية تانية لأنك إنت كده هتفقد لو إنت مجبتكش القاهرة وعين شمس وحلوان هتفقد الفرصة في أنك أنت تدخل في التخصص ده تماما أنت تكتب جميع الكليات على مستوى مصر في التخصص تقصد جميع المحافظات لكله تكتب جميع كلهات الأداب لأنه هيبقى قدامك فرصة ترجع مرة تانية من خلال مرحلة اسمها مرحلة تحويلات تقليل اغترابك يا مرحلة إلكترونية برضو هترجع لمنطقتك الجغرافية حتى لو نطلعتش في نسبة العشرة في المئة اللي هتتحل التحويلات هيبقى قدامك فرصة للتحويل للكلية اللي كانت جايبة تخصصك قبل كده يعني أنت مش هتبقى خسراً حاجة لو أنت كتبت مثلاً أداب العريش وأنت من القاهرة لو جات لك أداب العريش هتبقى قدامك فرصة تيجي مثلاً في انطق القاهرة الكبرى ما جات لكش فرصة ترجع في أداب هيبقى قدامك فرصة تانية أنك أنت ترجع للكلية اللي جايبة مجموعك بعد إعلان نتيجة التنسير أوكي يعني حقيقة قصد مش مش شرطة تبقى رغبة أولى تانية فإحنا عم بصر أولى للتانية لا ممكن يبقى من الأول من الرغبة الأولى للرغبة عشرين أداب بس في جميع المحافظات بالضبط وكده كده لو ما قبلتش في دول حيبقى على طول الرغبة اللي بعدها التخصص التاني أو الكليات هيجيبك في المجموع التخصص طريق الترتيب الرغبات ده بيضيع فرص ناس كتيرة أنا عايز أقول لك إنه ممكن ناس وي بتكتب الرغبات دي مثلا ممكن تكتب كلية مثلا أداب قاهرة أداب اسكندرية وبعض ديها مثلا كليات التانية وبعدين في الآخر ويحط أداب العريش والمهم هو أنت بتكتب الرغبات ضروري جدا بلاش لأن في ناس بتروح تسجل الرغبات ناس مش عارف طريقة التسجيل ما قرأش الدليل طبعا هو في دليل إرشادي شامل الوزارة حطها على موقع التنسيق لازم أن تقرأ قبل ما تعملها ما قرأتوش أو ما قرأتش تقرأ أو حصلت ظروف أنك أنت عايز تسجل بسرعة أرجوك ما تسيبش حد يسجل رغبات كبيرة البدلة طب هل في مكاتب مثلا بتساعد الطلاب على المضوع ده؟ أنا عايز أقول ده أهم جدا ما تلجأش للمكاتب الخاصة وزارة التعليم العالي قررت فتح جميع الجامعات معامل الحاسب القليب الجامعات فيها موظفين مؤهلين لمساعدة الطالب مجانا فإنت بدل ما تروح تسجل في مكتب بره تخلي موظف مكتب بره ومش فاهم وهي من الرغبات بطريقة شوائدة هو عايز يخلص بسرعة فهو ممكن يحط لك إلى 75 رغبة وخلاص فتفقد فرصك لا روح لو أنت مش هتقرأ فتسجل لوحدك روح معامل الحاسب القليب الجامع اللي أنت في الطاقة المقرأة موظفين ناس مؤهلين لهذا الأمر موظفين مؤهلين لطريقة التسجيل وطريقة الإرشاد وبيقعدوا يسمعوك بالراحة وقولك أنت عايز إيه وبتسجل مرة واثنين وبيتبعو لك كمان قيمة الرغبات كل ده مجانا وكل ده مجانا طب إيه الأخطاء الثانية اللي بيقع فيها الطلاب في تحديد الكليات طيب هو برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها الطلاب السنوية العامة بالذات فكرة أنه هو بعد ما بيسجل رغباته غلط أنه هو كتب رغبات لا تتناسب مع مجموعه يعني مثلا طالب جايب 60% وتلاقيه أمحاطة كليات عالية جدا هو مستحيل تجيله طبعا إحنا المجتمع المصري طريقته في تسجيل الرغبات هي طريقة تقليدية حاصلنا على المجامية العليا بيسجله كلات القطاع الطبي الأول ثم كلات القطاع النظرية ثم كلات العلوم الإنسانية فأنت ما ينفعش دايما تبص المجموعك على لك ما يحصل لكش حاجة اسمها استنفاذ رغبات لو حصل لك عملية استنفاذ رغبات بتتخلف عن الترشيح في المرحلة بتاعتك بتدقل مرحلة تانية عشان تسجل رغبة تانية وبيقى الخيار قدامك واحد بس فأنت ما تضيعش فرصك بأنك أنت تكتب ليه المرحلة التانية بيبقى الخيار واحد بس؟ لأنه هو المفروض الطالب له فرصة واحدة للتنسيق تقصد كمان أن المرحلة الأولى هيكون قريدي خلت كمان الطلاب؟ أنا أتكلم على سواء المرحلة الأولى أو تانية أو تالتة طالب المرحلة التانية مثلاً اللي هو داخل ده طبيعي هو مش هيجيله طب مش هيجيله هندسة مش هيجيله كليات العلوم مش هيجيله التربية فبلاش تكتبها حتى لو ظهرت لك طبعاً هو البرنامج نفسه مصمم منه ما بيفتحش غير الكليات المتنقل اللي فيها أماكن لسة بس طبعاً إنت لما تكون مثلاً المرحلة الأولى مثلاً من 395 وإنت جاي بت395 بالزبط فرشته أكبر طبعاً لا إنت جاي يعني المرحلة الأولى أخرها 395 يعني أنت آخر واحد في المرحلة لما تبقى آخر شريحة في المرحلة بتبقى فرصك أنك أنت تلتحق بالكليات العالية فيها صعبة أنا أقصد أنه في المرحلة التانية هتبقى فرصه أقل في المرحلة الأولى فرصه أكبر حتى لو آخر حد فيها أو الحد الأدنى بس هو ستيل لسة في المرحلة الأولى فرصته أكبر بس أنا أتكلم هي طبعاً المشكلة دي بتظهر أكتر مع طلاب المرحلة التانية والتالتة لأن أعدادهم كبير جداً وخلاص الكليات خدت طلاب أورادي ففيه طلاب منهم بيصروا يكتبوا كليات لا تتناسب مع مجموعهم فبيحصلهم حاجة ستنفذ رغبات يعني يقولك 75 رغبة لا تتناسب مع مجموعة الطلاب الأعلى منك شغلوا الأماكن طب إيه الحل دلوقتي مش هيبقى قدامك أنك أنت غير الفرص المتاحة بس في المرحلة اللي بعدها فهو كده ضيع على نفسه ضيع على نفسه فرصة أنه هو يبقى عنده خيارات صحيح بنشكرك بنشكرك شكراً جزيلاً كان منوارنا النهاردة أستاذ عبد الرحمن عبادي صحفي متقصص في التعليم العالي صباحك صباح الورد صباح منوارك سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم تاني مع تاني فقراتنا النهاردة ما تروحوش في حد